5 ملايين دولار هو حجم بدلة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر هذا ما أكده السفير الأمريكي بالجزائر جون ديروشير خلال ندوة صحفية ديروشير أكد عزم الولايات المتحدة على تشجيع الشركات الأمريكية للولوج السوق الجزائرية خاصة بعد توقيع الطرفين على اتفاق الإطار حول التجارة الاستثمار تيفا 2001 يسعدني أن يبدأ عام الثاني كسفير لدى الجزائر في وقت تمت فيه محادثات الاتفاق الإطار حول التجارة والاستثمار بواشنطن بين الدولتين والمحادثات كانت مفتوحة ومثمرة ولقد أنجزنا الكثير خلال العام الماضي بالتعاون الوثيق مع شركائنا الجزائريين خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا وكذا الجانب الجمهوري الندوة الصحفية للسفير الأمريكي أتت بعد أيام من عقاد الدورة السادسة لمفاوضة الجزائرية الأمريكية حول اتفاق إطار تيفا بواشنطن المتضمن توفير مناخ ملاء للأعمال في مجالات متعددة وفي مقدماتها الصناعة لكن الجانب الأمريكي يطمح لتسهيلات أكثر أكثر ما يصلني من الشركات الأمريكية التي تفكر في الاستثمار بالجزائر هو أن مسائل مثل القيود على الاستيراد البيروقراطية المرهقة والتدابير التنظيمية والصعوبات في التحويلات النقدية تقلل من جاذبيات الجزائر كوجهة للاستثمار وعلى مرتين فقد استفاتت الجزائر سنتي 2004-2016 من امتيازات النظام التفضيلي المعمم الأمريكي القاد بمنح تسهيلات صادرات الجزائر نحو أمريكا ومن الإعفاءات الجمركية